موسيقى حضرت عوّقتي عوّد على قصة حياتك وذلك شيء عوّدت على قصة حياتي وعوّدت تكون شيء بصدق وقلت أحد الكلمة لا أعرف أن أتعاقب على ذلك الكلمة حيث لا أقصد فيها شيء أنا لا أقصد فيها أولا وأنا وحق ليلة نقول لك واحد الكلمة كان حسنياً نبقى في الضنقة وما ندخش للدومين اليوتيوب حيث الدومين اليوتيوب يدخلني للحبس موسيقى موسيقى وما نقدر تقنّت في اليوتيوب تخلط للحبس كنت تصوري فتليفوني كنت تهدد بيهم تصوري يامت كنت تخرج يامت كنت تطيشة كنت تهدد بيهم دعبة رأوّدي غايتكارفسو في المؤساسة في خبارك أختير رأوّم اللي كيدمروا بنات عباد الله موسيقى 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 مرحبا بكم معنا دائما في إطار تتبعنا للحالات الاجتماعية والإنسانية معي اليوم أخت حسنية حسنية هي أصلا كانت ضحية المجتمع وضحية نفسها كانت عندها بزاف المشاكيل وكانت أطارت الجدل بوحد الفيديو في قناة إلكترونية من بعد خروج ديالها بوحد الفيديو تسبب لها من بعد الدخول في الحبس لكل شهر هي أم لسبعة أولاد اليوم جاءت باش تعود لنا على الحقيقة كاملة وأش نصرى من داك الفيديو الدابة حاليا سلام عليكم أختي حسنية سلام أختي مرحبا بكم عندي وكن نشكركم حتى قبلتوا الدعوة ديالي أختي أنا كنت درت واحد القناة في اليوتيوب ومع بغيت نفعله وديك شي هيتط لي واحد صحفية رأة معروفة مشيت عند البلاتو درت مع واحد اللقاء تعودت لي على قصة حياتك وذيك شي وذيك شي يعودت لي على قصة حياتي وعودت تكون شي بصدق وقلت واحد الكلمة أنا ما كنت عارفة راتي غا نتعاقب على ذيك الكلمة حتى ما قصدت فيها شي حاجة أنا أنا ما قصدها في أولو يعني كنا ندر بني صافية كنا ندر أعلاني تش كيف شدوزتي كيف شولتي كيف شعشتي صافية هذا شي كامل باش نتعاون على أولادي وباش نتعاون على كراية وباش نطلع على قناة ديالي وباش نفعلها واحد سيدة رئيسة الجمعية شدتني تعرفت عليها قلت لي أنا غا نهزك وأنا غا نعاونك وأنا غا نتعاون معك باش ما تقيش تخرجي الزنقة باش ما تقيش تحملي باش ما تقيش تديري قلت له مرحبة كل 15 يوم كتعطيني التقضية كتعطيني الزيت تقليش تديري وانتعاوني قلت لي غا ندرك حسنية قناتي في اليوتيوب باش بقيت تلعي فيها الناس يتعاونون معك ويتعاطفون معك وكل شي هتنتي عيتي من شعر عييت أنا منصد نقصة صراحة يالله معا قلت اليوتيوب في مدخول زوان منا منا الناس يعاونوني على ولداتي منا قلت سافدارين ما نخرج موالو قلت ساحد أولادي حاضياهم ما نخرج ونخليهم ببحدهم شرعت لي القناة هي هذي رئيسة الجمعية شرعتها معند كاري معند الجوك شرعتها معند الجوك بألفين درهم بالوراق بكل شي سناهم معا في الجمعية شرعتها ليا درت معاه هو لايف في البلاطو ديال وفي الستوديو عنده في اللول بلية شفق علي وبقيت في وادي مني سالة صوير وديك شي سيد قلبي وجو تسيف الناس مني كيكونوا كيبانوا في كاميرا تشوفيهم تقولي سبحان الله العادي ملائيكة عرفت هيديك الساعة العالم ديال تقولي ملائيكة تقولي ملائيكة ولكن مني كتشوفيهم منورة الكاميرا را ما نقولش لك الشر يعني تعرفت على العالم شر ما خالق اه تعرفت على العالم ديال اليوتيوب وانا وحق ليلة نقول لك واحد كلما كان حسليا نبقى في الزنقة ومندخلش للدومين اليوتيوب حيش الزنقة ولي دخلني للحبس حيش الزنقة ولي خرج هاليا خرج لي على مستقبالي خرج لي على حياتي ما عمرك ما دوستي الحبس سلع عمري درت ما مجمال حويش درتهم صراحة خرج للزنقة ما خليت ما درت وما عمري طلعت تفصط في طيال الأخرا ما عمري طلعت تفصط ما فهمت يعني كنت باخير واخر كنت واخر نجيب فلوس الحرام كنت باخير ولكن مندخلت لدوام للقناة ولي تفم مشاكيل ولي تفم ضرب ولي تفم شفارة ولي تضرب تفوج تفم تفم تليفون لغ ديالو تشديج ومندخل يقولون حسنية تشدت مع الصحبه في الدار حسنية تشدت مع الصحبه في الدار حسنية تشدت من باب الجمعية خاصة الناس يعرفوا هذا النقطة حسنية تشدت من باب الجمعية سي رئيسة الجمعية عيطت لقات لاجير واحد لمحسن شرار تليفون حي تشاف تليفون ديال كمشا جي رأي اخذها تليفون مشيت لقيت البوليس كيت سناوي قالوا لي الله معنا مشيت معاهم قل قدرتي واحد اللاي في الدار الدجا قلتي واحد لكلمة مخصج قال تقبلت الإرادة لله أنا اللي فلطت بالثاني تعاقبت عليه ما يجي عندي حد تولدي اللي غي يجي عندي ما عندهم ما كلقى مناكل ما كلقى من شرب ما عندي ملبس يعني وكيطلعوا مبلايفات وقالوا ليا داري لي المحامي مداروش لي المحامي وفي التليفون يطمنوا فيك يقولوا لي المحامي غيحضرلك راكيخات خرجوا وكيحلفوا لي يا بالله تغن خرج قال قدروا لي محامي مشيت للمحكامة ملقيت محامي قال يا الرئيس دري محامي قلت عندي محامي الجني ومني جيت عودت للجنسة التانية قلت قال ما عندك محامي مصدقت محامي لم أفعلتها وعندي اتناش دي الأخوة وشم يتوكل أخوتي اللي بقين صغر ولا ستوكل أولادي جيت لدار لقيت الكنوات الباب مدلين قال احق انت 3 شور غابرة مكين ويعند شور دي الأصبيق ديالي ولينا اختي عايشين في بلد الظلم ما عندنا قانون ما عندنا حقوق ما عندنا شي حاجة حقوق نبح 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 الأوروبا عندهم خلصتهم وقارئ لابس وقارئ رأى الله يخلص على المحزين وما عندنا يملك يوكل يملك 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 عملية يملك لا تستطيع مسكينة لديها سيدة يلعطت محطة لا تستطيع الناس يستطيع الحوايج الناس معاوني انهم يدروا لايبات يطلعوا يقولوا العبود لا رأى حسن يتنصب عليكم حسن يا رأى تشدت مع الصحب في الدار لقد دخلوا معايا وليدات يلاعبوا ودخلوا معايا تلبس وقضيت 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 وضيت وقضيت وضيت معايا وضيت ومشيت ومشيت في الجيور في الولاية وقضيت ومسكينة وقضيت وقد كنت وقضيت وغيرت وقضيت كل واحد كل أختي بدروس عندك فتر تقوى موضوع الاجتماعي انتوى وكانتزده او انا ضغبت معدك اخرش من الباب الجمعية تبعني واحد يومي مرة مرتي مخدمين عليها الناس كانت تقولين اخوت اريد ان انا المرات تتبعي اولادي ردوا لي انا مرتي مبغيت والو كانت تصوري في تليفوني كانت تهدد بيوهم كانت تصوري ايامة كانت خروج ايامة كانت تهدد بيوهم كانت تتلعو و كانت تهدد بيوهم كتبوا عني تم اعتقال ام سبعة اطفال راس كيريه رام عزلاله وش عنده مش حققتي يطلعي اضرفيه وانا مش دوده وش كين حق هذا كون شك يطلعي اضرفيه تندي كهوده الناشطة كتلعت اضرفيه من حقك سنت يتقدمي شكاية انا شكاية ارغلت لان كدير شكاية انا كنت طالب بالقانون انت انا يخدو لي حقك كما انا قلت كلمات عاقبت عليها ارغلت بالارادة الله انا كنت طالب بالقانون انا اعتش كنت نشوف اللي اهم وكان طالب بسيل حموشي وبسيدنا انا بغى عقي انا تظلم تنا بغى ماخدو لي عقاية ايدينا شوهولي الصمع ديالي وكل ساعة يطلعوا بلايفات كيقولوا لنا سراكت نصب على الناس وقدير انا را ما كنت نصب على التواعد والناس اللي كيبغيوني عارف اني ما كنت نصبش عارف اني اللي تقضيت والولادي كنصور ونوريه ليهم اللي صفتوا ليش حاجة كنوريه ليهم كل شي كنوريه وكان اهم حاجة وهي ذاكل الوليدات السبعة انتي كتواعدي نفسك وتواعدي المغربة انك انتي هاتفقي حاضنة اليوم شوفي انا اولادي اختي واختي يبقى فيها عرق واحد ما امر نخليهم وانا اولادي راهم وممدعيني لك نشوف انا شوفي انا شديني مليد لي كدرني حيث ثلاثة ديال الوليدات بقى مديرا لهمش الوراق اذيك الشي باش شديني مليد لك ادرك يقولوا لي غانحيدو لك اولادك من الحق المؤسسة تحيد لك اولادك اولادك غيمشوا المؤسسة راولادي غايتكرفسوا في المؤسسة اخبارك اختار الجبعية راهم لك يدمروا ابنت عباد الله قصامان في الله راهم لك يدمروا ابنت عباد الله وده باتشوفي ده بيعوتان يديروا لي الشيكاريت اخرى ويعوتان يدخلوني للحبس وانتي واحدة فين قلتالك دياله ومالك يخرجوا على ابنت عباد الله قيجيبوا ابنتك ويدخلوا ومالفلوس على دار عباد الله ومالك نضيعوا راحنا ضحية لمجتمع وما كيديروا فلوس على دارنا ومالك نضيعوا وقد نضمروا وانا ولادي راول الله اللي ما يتعيدوا لي ومش بش مبغى اللي سيقرب لي الشعر الولادي إلا ما نشعل العافية في فراسي وفي الباشر الله يعطيني العادب ويحاولوا انا ده بغنت شرد للزرقة فين غانمشي غنت شرد اختي قلبوا المحسينين وقصوا معك بقى عندي القانات بقى عندي القانات بقى مازال متحلوا ليش فيها اللايبات حسنية ام سبعة اطفال تانية اللولا حيدوها لي تطلعوا بجوج مني تكتبع حسنية ام سبعة اطفال تطلعوا جوج اللولا فيها تصويرتي وتصويرتي ولادي هذي اللي انفعل حيدوها لي طوالية وحيدوها لي من اللولا مني غتع طوالية وتحيدوها لي وحيدوها لي تطلع تاليكم عاد حيتوها لي لا كل شي تعلم انا بغى حقي يرجع لي انا ترى كان طالب حقي انا ما كان طالب داعشة كان طالب بالقانون كان طالب سيدنا بسي الحموشي انا تطلعوا مش وهذه الناس اللي كيتلعوا يحيروا فيها وكيتلعوا يطعنوا لي في الشرف ديالي وكيتلعوا يسبوا فيها ويعرقوا فيها وطلقين كدوب علي اما تهدداتا صاحبتي بأولادي امي قالوا لا طالعي هذري في لايف قالوا لا طالعي طلعت بعدك الزوك رأي يدخلوا الناس عندك الزوك ويشوفوا امي كتدر في الليف قالوا لا اما قتت هذري في بنتك تقولي بنتك دير وكدير وكدير ولا انا ما قتاخديش لحضانة لدي أولادك امي دري ويشا امي ما قتعرف دار التلفون ما قتعرفش تشده امي رأي بنت فاس تشوفيها حلوة ما قتعرف لا تهدر لتنشي حاجة ومعا هي تموت على أولادي امي رأت الولادي تموت عليهم اطررت تهدر فيها وانا مشدودة اطررت تعيرني اطررت تقولهم بنتي ديره بنتي فعله بنتي صانعه باش تاخد الحضانة أولادي باش تدير التزام في المحكام ما شو تقولي المحسينين انا ما قم طالبت انا انا الامنية ديالي الوحيدة اختي قصة من بلابنات الشي كامل ما بخواله بخدي راسكينا باش تنجمع باقا نجمع انا ولادي باقا مش نشروع واش حاجة لانت تنجمع بها انا وولداتي انا بغال احراب انا بغال احراب لاي وانا ما بغالت بغالت اپنشي في ترق الخيمة بغالت شي حاجة انا بغالت وكلي و كلي ونعمج وليداتي انا كان موجه لأولادي انا لقب Security انا باقا موجه لأولادي اي حاجة اديرها والله يتجبون من قناة وضعها في قناة كنت في قناة لديك، نظر الناس يمسحون لديك ويجو يعنقوني، رشيهم كحنان، ورشيهم لديك إنهم مشاكل ولا يخرجوا، والله ويجوك بسهولة هل رسالة لك أنت أكثر من واضحة، أنت من محسني أن ندخله في الخط وشي جمعيات حقوقية ديال بالصح اللي كتهتم بأمور المرأة في وضعية صعبة وتزامن عن إحنا في شهر مارس والشهر اللي إحنا نهضو في حقوق المرأة كنتمنى أن تكون شي قلوب راحية ما تسمع ليك عارفنا وحسن بيك لاشي مشكين إن شاء الله صادقتي حسني إن شاء الله إن شاء الله أنا كان طلب من المغاربة أنهم يتعاونوا معها تعاونوا معها في القناة ديالها تتفعل إن شاء الله باش توقف على راسها وتوقف على وليداتها وكتوعدكم هي ذوك ثلاثة الوليدات اللي باقين بالوريقات أنها غتوقف عليهم ولكنت شي جمعيات قدر تعاونها بشي محامي مرحبا شكرا لكم لأنكم تتبعتوا الفيديو كامل أنا كان طالب الناس يوقفوا معايا كان طالب المسؤولين أنا 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 كان طالب هذوك الناس اللي يطلعوا كيدروا فيها وكيدروا فيها وكيدروا فيها وما يتعاقبوا علش ما يتعاقبوش علش علش كي يقول لك تشدت في داره وتشدت مع صاحبه وتشدت وعنده شراب في الدار واتش يقول لك دوب والبوليس رأى جمعية يرضى وانا نحقق تابعي قانونيا وقدائيا وانا البوليس جمعية الضر والزمعية والذي من الضر والقوغر والذي في الدار شوفي حسني يا روش نسأل له هذه المشكلة من نحقق تابعي أي واحد قانونيا وقدائيا ولكن شوفي أنا ديك قانت درتها وكان طالب بالناس باش يتساعدوا معي وباش يعاونوني بغان دير سكينال وليداتي أنا بغان ديور الكرة يتمنطلح من دار الدار من بيت لبيت إن شاء الله قدركي هاتشي أنا دابع عندي مؤولادي 15 يوم فين غان مشي يالله يقول لي فين غان مشين أولادي فين فين أختي فين غان مشي أنا متفائلة جدا أنا متأكدة أن كينين مغاربة كي بغوا يديروا الخير ولكن ما يعرفوش فينها اللي بغى شيري الجنة ديالتوها هي سبعات الوليدات غدي تجمعوهم من الزنقة لأن 15 يوم بقى لها وغدي تترد كنت أطلبوكم أنكم تعاونوا معها ولكن في جمعية حقوقية تحب الصح تناهض من أجل حقوق المرأة تعاون معها وهذه الناس اللي دلموكم من حقك من حقك أنك تتابعهم حقا دائيا ولكن أحسن كلمة قلتي هي حس بي الله ونعم الوكيد الله رهكي شكرا لكم شكرا لكم مشاهدينا وصلتوا معنا لنهاية ديالفيديو وكانت معكم مريم فساحي خلف الكاميرا حمزة بوقنادل لنا الصورة ولكم التعليق اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة